افسدت فرحتنا يا عم كوكو انا خايف تكون انت السبب في نزول مستوى حارس المرمى محمد كوكو سوق اداء انت عايز تمشي يا عمي ناجاز ولا ايه فعلا الاسماعلاوي اسماعلاوي انت قلب اسد يا عمي باهر ايه يا كابتن دي سوقي انت كنت تاه في الملعب ليه النهاردة على فكرة مفيش فرق كبير بينك وبين الناجاز ولما انزلت مفرقتش كتير مش عارف اقيمك انت كنت فين النهاردة في مطش الزمالك يا عم هاشي وانت يا كابتن مخلوف فعلا اسم على مسمى مخلوف صالح يا جمعة كنت رائع وخصوصا في الضربات الركنية ولكن مش عارف ليه لعبك اصبح محفوظ بالنسبة لجميع الفرق يا مدبولي هو انت رحت السادر كاهرة النهاردة رغم حبنا الشديد ليك لكن قديت مبروحشة جدا ما اعتقدش يا ميدو ان انت اللي اخترت الشامي بديلي في مبارات النهاردة مزوله بيفسد كل هجمات الاسماعيل يا وانور اجتهدت كتير ولكن خروجك من الملعب نظرة ساقبة لميدو يا عبدالرحمن ماجد بطريقتك دي لا هتحترف ولا هتلعب في الاسماعيل يا وحش اسمك ما كانش على مسامة النهاردة في استادر كاهرة يا باسم انت بتفكرني بفيلم بطل من ورد ما نقدرش نقولك يا بنا الا حسبونا الله ونعمل وكيه هو فيه حكم ممكن يصفى قبل ما ينتهي الوقت اللي هو ابضره بنفسه وقت ضايع يا راجل ده نص فري الزمالك دخل منطيتي جزاء قبل مزيزه يسدد ضربة الجزاء في المارك اما الكابتن ميدو فانا احب اقولك انك ظاهرة جميلة دخلت الاسماعيلية وان شاء الله هتنجح معانا ومع الجماهير ومع الدرويش موسيقى اشتركوا في القناة